مرحلة وساك مرحة والخير جميعنا اليوم نشرح لكم طريقة التبخير الصحيح والرسم على الحليب الصحيح طبعا من اهم الامور اختيار البتشر المناسب للمشروب المناسب يعني هنا هذا البتشر حجمه 600 ملي يناسب مشروبات معينة 420 ملي و هذا 350 ملي و 350 ملي فرق الفوه هين تختلف وهذا 220 ملي نجي الـ 600 ملي مناسب للاتين الـ 420 ملي و الكامتشينو 350 كذلك الفلات وايد الكورتادو 220 ليه عشان ما يكون فيه هجر الحليب نقول الرسم مضبط واخترنا هالبتشر عشان نضبط فيه احلة بخير مشروبنا الفلات وايد طبعا نحد الحليب بالنسبة للفلات وايد شوفوا هذا البتشر في نقط النقطة الاولى خلاص الضبط صورة نقطة الاولى شوفوا نقاط هذي النقطة الاولى خلاص مناسب للفلات وايد في البداية نطلع المويل بالستيمر بعد كده نغمر الاستيمر ويكون على السطح تقريبا على سطح الحليب جميل ما اننا ما سكن اي شي اللهم بس نحط يدنا هنا ونشوف حرارة الحليب شوفوا كيف شوفوا تبخير كيف كريمي ويلا نرسم وهذه السورة جاهز بس نحركها قبل الرسم وكذلك تبخيرنا جاهز وكذلك تبخيرنا جاهز وكذلك تبخيرنا جاهز